أعزائي السلام عليكم موضوعنا اليوم سيكون حول حساس الجليد هذه القطعة تحتوي على أجزاء ميكانيكية تعمل بمبدأ التمتد والتقلص وهي المسؤولة عن تحديد مدة إذابة الجليد بثلاجات النوفروست سنرى كيف يتم اختبار صلاحيتها وسوف نقوم بتفكيكها تبقوا معنا إخوتي لا تنسوا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب تصليحات أجهزة التبريد والتكييف والانضمام إلى مجموعتنا بالفيسبوك تصليحات أجهزة التبريد والتكييف تحتوي هذه القطعة على قطبين في حالتها العادية لن يكون هناك اتصال بين القطبين أي لا يمرران التيار الكهربائي ونقصد بالحالة العادية تواجدها بمكان دو درجة حرارة موجبة عادية كالغرفة مثلا ولكن عند تعرض هذا الوجه المعدني قصوصا هذا الوجه الذي ترونه إلى برود أقل من 2 درجة تحت السفر القطبان سوف يمرران التيار الكهربائي اختبار صلاحيتها يتطلب جهاز متعدد للقياسات نقوم بتثبيت القراءة بوضع الاستمرارية ونقوم باختبار الاستمرارية مرتين المرة الأولى بدرجة حرارة الغرفة ويجب أن لا تكون هناك استمرارية في هذه الحالة القطعة اجتازة الاختبار الأول فهي الآن نصف سليمة يعني الاختبار الثاني سنستعمل كأس ماء وملح نقوم بإضافة ثلاثة ملايق من الملح بكوب الماء ونقوم بتحريكها جيدا ثم نقوم بإدخاله إلى المجمد ونتركه لمدة ساعتين نقوم بإحضار الكأس من المجمد ونقوم بإغراق الحساس داخل السائل البارد والنسب المجمد كما ترون بهذه الطريقة ثم نقوم باختبار استمرارية التيار عبر القطبين إن كانت هذه القطعة سليمة فبعد حوالي دقيقة أو أقل أو ممكن أكثر يعني بثوان ستصبح هناك ناقلية عبر القطبين سنسرع الفيديو قليلا كما ترون أصبح هناك استمرارية اجتازت هذه القطعة الاختبار الثاني فهي سليمة وصالحة لاستعمال يعني تعمل كما سممت تماما يمكنكم إخوان استعمال الثلج أو أي سطح يكون بارد جدا أنا فقط اخترت استعمال هذا المحلول لكونه يعني يغطي كامل القطعة من دون الضغط أو تعريض الحساس لقوة فيزيائية خارجية نقوم هنا بإجراء اختبار ثالث وهو إعادة الحساس لحالته العادية أي فتح الوصلة بين القطبين وإرغاء الاستمرارية وذلك عن طريق وضع الحساس مباشرة بمكان دافئ والنتيجة كما ترون تكون أسرع بكثير من سابقتها الاستمرارية زالت والقطبان لا يمريران التيار أعزائي لقد حان الأوان لتفكيك هذه القطعة ونستكشف ما يوجد بداخلها معا نقطع عازل الرطوبة لتحرير هذه القطعة الأساسية نقوم هنا بنزع الغطاء المعدني هنا كما ترون أعزائي قرص معدني يتأثر بالبرودة كيف؟ يتقلص وعندما يتقلص هذا القرص يتغير شكله فيزيائيا كما ترون ننزع هذا القرص لنرى ما الذي يحدث أثناء تقلصه كما ترون يقوم بدفع هذه القطعة الأسطوانية إلى أسفل نقوم بسحب القطعة التي يدفعها القرص ثم نسحب القطعة الدائرية البلاستيكية لنجد أسفلها أهم القطعة وهي نهاية القطبان وقطعة نحاسية التي تقوم بدور جسر أي بدور القاطعة أو التوصيلة بين القطبين وذلك حسب وضعية القرص الليين إن كان متقلصا فقطعة النحاس توصل بين القطبين وإن كان في حالته العادية أي بدرجة حرارة مجابة يتمدد ويدفع النحاس بعيدا عن أحد القطبين لإلغاء التوصيلة هكذا تعمل هذه القطعة يعني تتألث من ستة أجزاء أساسية إخوتي لا تنسوا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب تصريحات أجهزة التبريد والتكييف والانضمام إلى مجموعتنا بالفيسبوك تصريحات أجهزة التبريد والتكييف